وبعد كده بنشوف أن جاء الرب يسوع إلى العالم وده الوعد اللي حصل في تكوين أصحح ثلاثة لما بعد سقوط آدم وحواء في الخطيئة الرب وعد أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية ورأس الحية هو اللي فيه السم في الموت والرب يسوع بموته أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وبعد كده الرب يسوع جاء من حوالي ألفين سنة وتولد بصورة معجزية من السيدة العذراء مريم وعاش حياة نقية فأصبح حمل الله ليرفع خطيئة العالم ذهب بعد كده للصليب ودفع تمن خطيئتنا ومات وقام عشان ينتصر على الموت ووعدنا أنه يجي مرة تانية فدي سبع حلقات فأنت لخصت كل الكتاب المقدس في السيفن سيز بالضبط كده وهنشوف ترابطهم مع بعض وأهمية هذا الترابط فمثلا الأول الخلق نمرت واحد ونمرت سبع الاكتمال الخليقة كاملة مفاش موت مفاش مرض مفاش ألم الوصف بتاع السماء الجديدة والأرض الجديدة أن الموت لا يكون فيما بعد وسيمسح الله كل دمع من عيونهم ولا تكون لعنة ولا موت ولا حزن ولا أي شيء فالخليقة الكاملة اللي سقطت الرب هيرجع خليقة جديدة مكتملة مفاش خطيئة في مجيء الثاني في مجيء الثاني بالضبط اشتركوا في القناة